السلام عليكم ويارب تكونوا بخير وصحة وسعيدة تمنى من الناس اللي بتشاهدني الاول مرة تدعم موهبتي كل ما عليكم اتضغطوا على كلمة سابسكرايب اسفل فيديو الاشتراك في القناة احب اقول للناس اللي بتشاهدني الاول مرة ان انا كنت نزلت اتنين فيديو لتعليم الرسم فيه طريقة وهي تعليم الرسم من البداية ودي طريقة ارتجالية وفيه طريقة تانية وهي تعليم الرسم بطريقة الشبكة المعروفة بطريقة المربعات تقدروا تدخلوا على القناة عندي وتشاهدوا الفيديوهات الاولي نسبة للرسمة النهاردة نحتاج الام خشب وقرصة رسم ونحتاج اسبيكة وادات دمجة علشان نبتدي نخلط الدرجات يلا بينا علشان نبدأ مع بعض الرسم اول حاجة هنبتديها مع بعض وهي اننا هنرسم شكل الحاجب هنبتدي نحدد شكل الشعيرات هنبتدي انتخنه شوية طبعا كل شكل حاجب بيختلف عن شكل حاجب اخر بعد كده ببتدي اشتغل على الجزء الايصر من الحاجب ببتدي احدده طبعا الشكل بيكون اصغر شوية من الجزء الايمن علشان الجزء الايمن هو اللي ظاهر عندي للكاميرا اكتر هي دي درجة الالم اللي انا هبتدي استخدمها كبطانة للرسم بتاعي وهبتدي اظل الكل ملامح الوجه عندي بنفس درجة الالم زي ما انتو شايفين الصورة مرسومة بالالم الرصاص انا كنت رسمتها وبعد كده ابتديت ان انا اسجل علشان ما تاخدش وقت معي في التسجيل وكنت منزلة على القناة عندي تعليم الرسم من البداية وطريقة الشبكة او المعروفة طريقة المربعات هتقدر تدخلوا على القناة عندي وتشاهدوها بتدي هنا اضيف درجات تانية علشان ابرز منطقة العين هبتدي احددها بالدرجات اللي موجودة معي حبيت هنا استخدم القلم اللي بسنون علشان احدد منطقة العين علشان تحدد الاماكن الصغيرة قوي بحيث ان القلم اللي بسنون بيساعدني اكتر بعد كده ابتدي احدد العين نفسها وهبتدي ان انا احدد اماكن الاضاءة واماكن الزل عندي بعد كده استخدمت قلم تاني يكون درجته اغمق شوية علشان يظهر معي وهبتدي احدد منطقة اعلى العين علشان ابرزها اكتر قدمت هنا القلم اللي بسنونه وبتديت ان انا احدد شكل النضارة طبعا ده شكل العين اليمنى ولسه طبعا ما خلصتش قوي لاني هرجع اعيد عليها تانية علشان ابرزها واوضعها اكتر ونفس الحاجات اللي عملتها في العين اليمنى هبتدي اعملها في العين اليسرى زي ما انتو شايفين كده ببتدي احدد شكل العين اليسرى طبعا بالنسبة للقلام الخشب بتكون رخمة شوية بفصل الشتاء لانها بتكون نشفة شوية اثناء الرسم ده غير ان ادينا طبعا بيكون بردينة طبعا فالحركة بيكون تقيلة شوية واحنا بنرسم بس طبعا كل ده بيكون علشان خاطر الرسم ببتدي احدد المنطقة الداخلية للعين وبعد كده ببتدي ادماجها بقاتات الدمج طبعا لو في عندي اي زيادات ببتدي بعد كده مسحها بالاستيك ما اتفقنا طبعا احنا هنزل الوجه كله بنفس درجة الالم الي احنا استخدمنيها وهي درجة الالم الي استخدمتها في منطقة العين وهبتدي برضو اظلل بها منطقة الانف وابتدي بعد كده احدد عندي الاماكن الغمقة وبتدي احددها بالالم اللي بسنون او لو عندي اي قلم تاني ببتدي احدد به مفيش مشكلة خالص بعد كده ببتدي ادخل درجة البرتقاني وهبتدي اظلل منطقة الانف وادمج الدرجات مع بعضها بعد كده اضيف عندي درجة البني بعد كده ببتدي أحدد منطقة أسفل الأنف وببتدي أحددها من خلال الدرجات بتاعتي وبعد كده ببتدي أشتغل على منطقة الفم نفسه وأبتدي إن أنا أضيف الدرجة اللي أنا محتاجيها طبعا علشان يبتدي يظهر معي أكتر أنا مش بضيف درجة واحدة أنا ببتدي أضيف أكتر من درجة وادمج الدرجات مع بعضها وارجع تاني أضيف درجات تانية لها علشان يبتدي يتضح معي طبعا زي ما إحنا عارفين لو عايزين نغمق الدرجة شوية ببتدي أضيف لها درجة الأسود علشان يبتدي يغمق معي شوية وتديني الدرجة اللي أنا محتاجيها طبعا بعد ما استخدمت القلم اللي أنا استخدمته بطانة للواجهة عندي هبتدي بعد كده أضيف الدرجات بتاعتي علشان تظهر ملامح الواجهة أكتر طبعا بعد كده إني ببتدي أشتغل على منطقة الأزن ببتدي أديها التظليل طبعا لازم تكون وغدة شوية من درجات الواجهة بس بتختلف طبعا حسب الظل بتاعها بيقاجاي منين ممكن تكون أغمق شوية أو أفتح شوية طبعا حسب إضاءة التصوير والظل اللي موجود فيها في الرسمة أنا ببتدي أشتغل عليه ببتدي أحدد أماكن الظل اللي موجودة عندي في الواجه ابتدي أن أستخدم درجة غمق شوية علشان أبرز الأماكن اللي موجودة عندي طبعا أنا مش بكتفي بكده بس أنا ببتدي بعد كده أستخدم أداة الدمج وابتدي أدمج الدرجات مع بعضها علشان تبتدي تتضح معي بعد كده ببتدي أستخدم درجة تانية من الألوان علشان توضح عندي الشكل أكتر كل لون ليه عامل مؤثر قوي في إظهار شكل الملامح عندي بالنسبة لاتجاه الشعر ببتدي أشوف الاتجاه بتاعه جاي منين وبنانة على كده ببتدي أعمل الشكل بتاعي علشان يبين شكل الشعر زي ما هو موجود معي في الصورة طبعا هنا ببتدي أحدد بس شكل الاتجاه بتاعي وبعد كده هبتدي أعيد عليه تاني وابتدي طبعا أدمج الدرجات كلها مع بعضها وارجع تاني أعيد عليه علشان يتضح معي هبتدي بس أعمل الفراغ اللي في المنتصف ده علشان يكون جايب شوية من درجة البشرة ما يكونش لونه أبيض كده هبتدي أشوف اتجاه الشعر من ناحية منطقة الأزن وابتدي أمشي على نفس الاتجاه علشان يجيب معي الشكل مصبوط شكل النائي للرسمة بتاعتي عايزاكم تجربوا ترسموا وياريت تقولولي تجربتكم كتعاملة زي في الرسم وإي الصعبات اللي وجهتكم في الرسمة وياريت لو في رسمة معينة حابين تشوفوها من الأسبوع اللي جاي ياريت تقولولي عليها كده أكون انتهيت من شرح الفيديو النهاردة استنوني الأسبوع اللي جاي بفيديو جديد لتعليم الرسم وياريت الناس اللي بتشاهدني لأول مرة تدعموا هبتدي كل ما عليكم أتضغطوا على كلمة سابسكرايب أسفل فيديو الاشتراك بالقناة ولايك لو عجبكم الفيديو والشير لو حابين تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم شيرين صلاح شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة